اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة من كل بلد اكبر براحب بكل مشاهدين قليبي طبعونا النهاردة ومعاكم نوادة ساعة لها مباشرة انشاء الله من الساعة 2-3 وما تنسوش معادي عادتنا الساعة 1 صباحا براحب بكم مرة تانية وفي انتظار كل الاسئتكم واستفساراتكم وارقامه تظهر معانا حالا على الشاشة ماذا رايحين لفين لانه مطبخ للمطبخ الاردني هنعمل مني وصفات سهلة ولذيذة وبسيطة وكمان سريعة جدا بتطعمها حلو ان شاء الله ياجبكم عندنا النهاردة المنسف الاردني عندنا كمان كبة البطاطس عندنا عصير التمر بالموز وعندنا كمان البرازي والبرازي النهاردة الحقيق انفاجأة فيها ان هي سعراتها قليلة جدا 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 ممكن ناكل 3 كده واحنا مرتاحين جدا في البيت اول حالة نتجيها مع بعض هي كببة البطاطس مقدرة سهلة وبسيطة ولذيذة وان كان نهاردة هنتكلم عن اساليب الالي الصحية فيه قلي صحي هنقول بنتجنب المشاكل او اضرار الالي على قد ما نقدر انه طبعا في رمضان عموما او يعني في كل الايام بس رمضان الحقيقة بالاخف فيه ناس بتقلي حاجات كتيرة جدا طيب لو انا هقلي يعني ما اعتقدش ان فيه حد ما بيقليش تقريبا في البيت احنا قادينا بنقول نصيحة ان احنا لقى ندخل الفرن ونجل عن الالي بس لو انا هقلي هقلي ازاي بطريقة صح هذا اللي هنعرفه النهاردة مع بعض ان شاء الله طيب عندنا النهاردة قبيبة البطاطس عندي عبارة عن ايه اثنين سمر بطاطس مسلوقة ثلاث تربع سلب ومهروسة بالشكل ده او مبشورة بالشكل ده بس يكون ثلاث تربع سلب خلاص ببشورها عندي ثلاث قطع او ثلاث شرايح من التوست الاصمر مفروم او مطحون بالشكل ده دي بالنسبة للكبيبة نفسها هي هي توست وبطاطس وعندي ملح وفلفل وكمون طيب الحشو بقى لدخل الكبيبة دي عبارة عن ايه عندي عبارة عن لحمة مفرومة معصجة متعصجة عادي جدا لو انا احبى زين ابن عصجة وزين اتعاوذنا ان احنا بننزل باللحمة الاول وبعدين البصل والبهارات وفي الحاجة دي انا ودخلتش اي مادة دهنية خالص ممكن جدا او الطريقة انا اعطيتها بتاعتكم برضو ممكن وعندي بقدونس وعندي كمان جبنة متزرلة يبقى الحشو مرة تانية عندي لحمة مفرومة متعصجة وعندي بقدونس وعندي جبنة متزرلة وطبع اللحمة مفرومة يعني فيها القهار بتاعها وفيها الملح وفيها الفلفل انا كلها هعمله ان انا هنزل هنا كده بشوية كده من البقدونس اهو خلاص بس اللي هعمله هنا عندي ان انا هنا هضيف عندي ملح على البطاطس وعندي فلفل اسود وكمون اهو بالشكل ده كده خلاص فلفل وكمون وملح طيب ومعلومة على الماشي النهاردة مرتبطة بالقلي ان الملح في الحاجات بقت دايما يعني اللي مملاحها زيادة دي بتقدل ان خفوة درجة حرارة الزيت دي ان هي بتكسر كمان جزيئات الزيت نفسها معلومة عن ماشي مرة تانية ان الملح في الزيت بيقضي ان انخفوة درجة الحرارة كمان بيكسر جزيئات الزيت انا هنا كده عندي عملت ايه؟ انا هنا حطيت ملح وفلفل وكمون على البطاطس المبشورة اجيب بس ايه طبق نحط فيه مكونات اللي عندي اوكي مدم هالا ازايك مدم هالا ازايك يا باس تومة ازايك اخبارك ايه؟ كل عام انت بخير انت بالصحة وسلامة دائما يا رائدك ازاي وردتك تمام يا ستر كل والله ازاي اتسلم عليك وكل سنة انت طيبين وكل الكاستر ببنامج بخير وانت طيبة اما كان انت يعاود عليك نفسي حبيبتي تحت عمرك من فضلك يا باسمة انا كنت عاوزة الكرات بتاعت الباستري اللي انت عملت تيها كرات الكاستر؟ هي الكاستر ولا باستري الكاستر انا مش عارسة يعني هل ده بجرة مثلا جاهزة جيه ولا احنا دي بنعمله لا لا الباودر الجاي هي الكاستر الم aunى الرجال واني مرحا اتفكت براك عناية لك يا سيسة الكل تسلام يا حبيبتي باشكرك جدا يبدأ معي مع السلام حبيبتي بس ان هنا حطيت عندي البطاطس والملح والكمون والفلفل هنزل بالطوست اللي هو المفروم بالشكل ده لو حبه طوست ابيض او حبه طوست اسمر زي ما تحبه ممكن ولا طوست ولا اي حاجة خالص وممكن يكون بقسمات عادي ممكن كمان يكون برغ منقوع ربع طباية برغل منقوع خلاص متصفية كويس جدا بص انا هنا بدمجة اهي كل مكونات اهي مع بعض خلاص هي تبقى شبهة عجينة كده متماسكة شوية عشان اقدر اشكلها معي حتى كمان لونها بيضغير معي علشان الطوست الاسمر بس زي ما قلتلكم اقدر اضيف بقسمات او اقدر اضيف طوست ابيض او كمان برغل خلاص اهي بالشكل ده اهي عندي كده شبهة جاهزة اهي بالشكل ده سماح ازايك يا سماح اخبارك ايه يا سماح ايه بخير يا حبيب تتمنش بخير زي الامر برضو وشي كده اهي خليك يعنيك اللي حلوة اهي خليك طب اعني كنت عايز اعرف المعول السوري وعايز اعرف الفوزة الحلبي اجيبهم مين بس هو يعني مش منتشر اوي هنا عندنا بس ممكن تلاقيه في اي سوبر ماركت كبير بس يعني مش دائما بيكون متواجد حقيق او يعني عادي ممكن احش بفوزة عادي او لازم يقول الحلبي ده لا لا طالع ممكن فوزة عادي عادي او لازم فوزة عادي ايش طب بس لو كنت اعرف محل كفتة شامي مش كفتة شامي كفتة شامي او لحمة هي مفرومة او 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 كي يعني قرص كده واختناها كفتة شامي طعم مختلف خلص جميل جد من يعني طيب حاضر وكتبت عايز البيتفور لو عايز اقامله بالشوكولاتة اشيل ادقيقة دقيقة بتشيلي 50 جرام من الدقيقة وتحط مكانهم 50 جرام من الكاكاو الخام او كي طب لازم بسكوت النشادر بسكوت النشادر او كنت قلت ان تحط زيت يعني ايه فايدة الزيت او فايدة الزيت لي يعني بحط شوية من الزيت علشان البسكوت نفسه كده ما يطراش او او قعد يعني فترة يطراش او تحيس ان في رتوبة كده شوية فبيطر بعمل زي البيتفور البسكوت ده يحبك منهش ومقرمش او خلاص او كي تسلامي يا سماح مع السلام بصو باخد هناك كده كطعة من الجبنة مع معلقة صغيرة كده من الحشو اهي وبقفلها بالشكل ده كده اهي وبضبط عليها وبقفلها دي انا مش مش هغلفها ولا بيط ولا بيط ولا بقسمات خلاص ايه اريدي فيها توست اللي هو يعني زي البقسمات لو انا غلفتها خلاص اهي بالشكل ده كده وناخد بقية الخليط ده ونشكله برضه زيها بالضبط طيب اه يعني ايه ايه الصح او ازاي ابعد عن اضرار الاله هو ان انا لازم تكون نوع الطاصة طاصة من الحديد السميك مش الامونيوم طاصة من الحديد السميك خلاص علشان تحافظلي على درجة الحرارة وتكون غويتة طيب ناخد مدام بوسينة ازاي مدام بوسينة صباح الفيل كل سنة وانتي طيبة وانتي بالصحة والسلمة دايما يا رب وحكتين او الله قلنا اي خليك انت اكتر رب ما يخليكي انا عايزة اعمل انا عايزة اعمل نسع اعرف باللحمة المفرومة باللحمة المفرومة بالبشامال لانه بيبقى تارب زيت كتير او سؤال ثاني انا بعمل الكوسة المحصية بالرز يدقى في قلب الكوسة نيف ومش عادسة اعمل ايه هاقولك السبب من عناية الاثنين وهاتما حدثك من تلفزيون وربنا خليكي كده او الله خليك يا ست الكل بشكورك جدا ليه رز بيبقى نيف الكوسة اي محش عموما لما بنضغط كم الرز فالرز مش بيتنفس وهو على النار مع البخار الماء بتنفسه فدعوما نخلي الحاجة تكون فيها مساحة عشان الرز هينفش فهيستوي فيلاقي مكان ينفش فيه هيحاول ينفش ويستوي الرز ده فما فيش مكان فيفزل مكتوم فبالتالي هيبقى نيم جوه ده السبب ان الرز يكون نيم خلاص انا هنا بحط الحش هو السؤال ثاني كان ايه اغطي خالص الجبنة اغطي خالص الجبنة متبقاش فيه جبنة خرجه من بره البطاطس يعني على قد مقدر اهي وبحاول ان انا اضغط عليها شوية اهي بالشكل ده كده اهي بالشكل ده كده شايفين لونها عندي يعمل ازاي اهي طيب اه نربع ثاني للقالي قلنا ان احنا الطاصة نفسها تكون طاصة غبيطة علشان دايما تكون الزيت واخد نص كمية يعني نص المساحة بتاعت الطاصة نفسها بيكون مغطي الحاجة اللي انا هحمر فيها تمام الزيت ما ينفعش استرادمه يا جماعة اكتر من مرتين خلي لنا دي نقطة مهمة جدا اللي بيقلي كل شوية وبيسافي الزيت ويحط عليه زيت تاني ونقلي تاني حاجات دي مش قادر اقولوكو البقيف جد كم الامراض والسرطنات اللي بتيجي منها ربنا يعني يا رب ان شاء الله لدينا كلنا الازا فنحاول على قد ما نقدر انو الزيت يكون مرتين مش اكتر وما ينفعش ازوي الزيت مش مقلي فيه مع زيت مقلي فيه خلاص اني دي بقت جزيئات ودي بقت جزيئات تانية خالص فما ينفعش انا مضطرة هعمل ايه انو دلوقتي عندي الزيت بدأ الل والتطاسة عايز ازوي زيتها في الحالة دي هعمل ايه في الحالة دي هنزل على جيانب التطاسة وديوانب التطاسة عندي صخنة فهبتدي انزل بالزيت البارد ده علي جيانب التطاسة عشان تاخد معاها الحرارة عام بول ما توصل للزيت التاني دي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها لو انا عايز اضيف زيت على الزيت اللي مقلي علشان الزيتها عنزل في التطاسة قل هعمل ايه هبتدي ان انا انزل الزيت البارد من الازازة على جوانب التاسة اللي هي اريدي بقت عندي سخنة علشان تاخد الحرارة بتاعة الزيت اللي هو اريدي موجود عندي في التاسة اللي انا بقلي فيه لكن انزل بيه مباشرة كده في نص التاسة وده بارد وده سوح وده بقى جزيئات وده جزيئات ثانية خالص لا ينفعش الحكة تكون مجمدة جدا جدا من الفريزر وده انزلها في التاسة لا ينفعش الحكة تبقى يعني على قد ما نقدر طبعا الحكة ان انا هولها دي هتبقى مش هتنفع الملح فعلا بيكسر جزيئات بتاعة الزيت وبيهدي النار اللي فيه طبعا مشكلة ان احنا كلنا يعني انا دلوقتي من ملحها القتل بس نحاول القد ما نقدر ان احنا ما نزودش الملح اولا وفيه حالة ينفع نحمرها وبعد ما تخرج من الزيت ده اضيف عليها الملح مثلا ممكن جدا يعني بيكون افضل خلاص مادام وفاء ازايك مادام وفاء يا مادام وفاء السلام عليكم السلام عليكم السلام ازايك يا باس محبتكم ازايك اخبارك ايه بالخير الحمد لله دايما يا رب ما نقال لك انا بس شفت معجنتيها وما شدش المقادير ولا نوع الكرطة دي ايه الحوضر هعدهالي اه وعايد اقول لك تحيا مصر ويعيش جيش مصر تحيا دايما مصر اوكي سيد في الكل هقول لك حالة طيب مقادير الكفتة دي عندي ايه عندي حشو وعندي الكفتة طيب هي عباره عن ايه عندي الحشو اللحمة مفروعة مع الصجا عادي خالص جبنة مزاريلا وبقدونس حب اقلب الجبنة مع اللحمة وبقدونس ممكن مش حبه ممكن اخد قطعة كده الوحدية زي ما انا بعمل دلوقتي واحطها مع الحشو داخل البطاطس طيب البطاطس بقنا نفسها عندي عباره عن سمرتين من البطاطس تكون مسلوقة بس ثلاث اربع سل وبعدين ببشرها وبعد ما ببشرها بحط عليها ملح وفلفل وكمون يعني مش اكتر من كده بقلبها ومعاها ثلاث شرايح من التوست الاسمر او التوست الابيض او بقسمات لو انتو حابين او برغل زي ما تحبوا بس انا بحاول بس ان انا اقفلها كويس كده بالشكل ده وهندخلها التلاجة قبل ما نحمرها على فكرة علشان تتمسك اكتر انا عندي كل حاجة هنا مستوية البطاطس الطوست عادي اللحمة المفرومة لدينا بس هي هتتيح من درجة الحرارة مش اكتر فكل عايزان هي تاخد بس لهم بفيت من بره مش اكتر من كده خلاص اهي بحشيها بالشكل ده كده طيب اي تاني بالنسبة للزيت اوكي ماما زوزو احشتينا زالت يا بستوم انت احشتينا كتير 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 والله انا بتخرج على الحلقات بس انت عاكة ماليش اسئلة انا بربصة ضيع وقتك يعني تنوارين يا ماما زوزو بايه تستار والله ربنا يا خليك يا حبيبت انت عامل كل سنة وانت طيبة وولادك وكتبين وبعد بإذن حضرتك وإذن البرنامج بقول لحلق كل سنة وانت طيبة يا حبيبت وابل ما انشوفك بتتخرج من الجامعة وانشوفك عوض يا رب امين انشاء الله اكيد حلقة معيك دلوقت اه 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 ما اقولها تكون صاحية اه لا صاحية كل سنة وهي طيبة يا حبيبت كلكو طيبين يا رب بشكرك جدا يا ربنا يطمن عليك ربنا يدي معنىك الصحة يا ربنا يوفقك يا ربنا والكل اللي يفعلين معاك بدعواتك الله يخليك يا ربنا بشكرك جدا يا مزوزم تسلام يا سيت الكور طيب يبقى قولنا ان احنا نزلش بالحاجة تكون مجمدة لا تكونش كمان الحاجة فيها مية دي نقطة مهمة جدا التاشة اللي بلحلم بلعملها دي والمية وعالزيت عاكرا دي غلط جدا انا برضو بتكسر جزيئات موجودة دوا الزيت طيب انت اعرف ان الزيت ده فاسد وما ينفعش استخدمه ودي نقطة مهمة جدا جدا يمكن يعني بتعدي علينا او بنقول لا يعني يا عادي ده بس من القل ان الزيت يكون في رواسط وانا بستخدمه ان الزيت يكون آآ لازج وانا بستخدمه الكلام بتاعهم مختلف وانا برضو بستخدمه ان الزيت يكون مطلع اريحة مش حلوه وانا برضو بستخدمه كل حاجه دي غلط جدا وما ينفعش اخلي على فكرة الزيت يغلي اكتر من دقيقة واحدة على النار من غير اكل يعني هي كبرنه دقيقة لو نسيناه كده او سايبينه بس يسخن اوي دي نقطة مهم جدا مينفعش الزيت يكون اكتر من درجة حرارة 180 لو طلع دخان ازرق فلا ما نستخدمهوش عشان ساعتها يكون ضرر جدا فنقطة مهمة جدا بصوا حاجات صغيرة واكيد كلان دلوقتي عادين بنسمع وملاحظين يقول اه فعلا ساعات بيبقى لازج اه فعلا بيطلع ريحة مش حلوة اه فعلا مكوامه متغير لونه حاجات دي نقطة مهمة جدا طيب ناخد كده اخر واحدة بصوا الحشو لسه فاضل معايا كتير لان هي اصلا متاخدش حشو كتير وطلعا كلنا سايح لقناها قبل رمضان ان احنا نكون معصالين عندنا اللحمة في الفريزر حاجات دي بتنفع اوي بقى في الوقت ده ان انا بخرج الكمية اللي انا عايزاها بس او بكون انا قريدي اسناها على اكياس او لو انا لسه معصالين طوزة وادبقى هوا مني بالشكل ده زي ما ادبقى معايا بشيلها الكيس بحفظه ممكن اقسمه على كسين علشان ما طلعش كل شوية افكه وارجع اجمي تاني موضوع ده غلط جدا خلاص اه اخر واحدة ادخلها بس ايه يعني خمس دا ايه كده بس افريزر تمسك بس شوية وبعدين الحمر خلاص يبقى كده معايا خلص ايه اول طبق او يعني نص ومش كله قوي خلاص ونشيل الحشو والحاجات دي طيب هنعمل دلوقتي ايه هنعمل دلوقتي احنا ممكن نحط بس على النار التمر هندي ناس كتير هبتسأل دائما علي الطمر هندي اولا الطمر هندي جماعي الي هو الطبيعي الاسلي مش اللي هو سكر و لون و مكسبات طعم ده مش تمر هندي الهو بيكون بالشكل ده كده خلاص ده النطمر هندي الطبيعي مش اللي متضاف عليه اللي هو بكون عباره عن سكر و بتحطليه لون و بتحطله طعم الطمر و طعم كمان من جوز الهند و بتقلب كله مع بعض و بتاخد مثلا مع علاقتين على كوباية الماء لا ده مش طامر التامر هو ده طيب اه ده احنا محتاجين هنا عندي يعني طاصة او حلة طاصة او حلة هنعمل فيها ايه الطاصة او الحلة دي هنحط فيها كبايتين من المية كبايتين من المية على كباية من الطامر هندي اللي هو الطبيعي على كباية سكر مع معلقتين من ماء الورد او ماء الزهر يعني زي ما احنا حابين او مش حابب يضيفه خالص اه ممكن منضفوش عشان بس انا عايزاي يبضى كده على النار شوية اهي كبايتين تقريبا كبايتين من المية وهيتبقى عندي ست كبايت مية على جنب ده في الاخر مادام الهام ازايك؟ مادام الهام؟ لا سايد فريا وفزا بسمي حاببتي فينك يا مادام الهام عاملة ايه؟ معلش كان عندي رامي بس السنوية عامة فكنت مشغولة شوية حاببتك والله يعينيكو دايما يا رب بالنجاح ان شاء الله الله يخليكي حاببتك كل مليون سنوة حضرتك طيبة كونت طيبة يا حبيب حاببتك كلهم وربنا يخليكي حاببتك علينا وعلى المعلومات القيمة اللي بتقولها الله يخليكي ست الكل سلام يا رب الله يخليكي حاببتك انا عايز اتواريه من حضرتك عايز الكفتة الفراخية يا شببات ما اللي هي بتتعمل بالسلسلبيضة زي استعمل في ايه؟ السلسلبيضة كفتة الدجاج كفتة الفراخية خليكي السلسلبيضة اه وعايز الكبدة اللي هي بتتعمل بدقة التوم بالتوم؟ فقال لي بسر المهنة وقلي وخلاص وضحت كده معي وقال لي المفروض تكل وخلاص ما تسألوه طب قوليلي هي بربة ولا من غير ربة؟ لا هي كانت من غير ربة يا صدر باسمة تمام كانت من غير ربة هي كانت معمولة بدقة التوم وكانتها سفر الاحمر وعليها بقى دونس فبس كانت عملك يعني شك اوي 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 يعني عجبتني لا عانايا حاضر انت عايز الكفتة الفراخ والكده اه احفظوا الاسئلة جماعة رب جاي خليك لنا ومن اتحوض لحد ابدا بعد ربنا الليكو يوصفتنا حبيبك ربنا يوصفتنا حبيبك الله يوصفتنا حبيبك بشكريك جدا يا مدام الهام طيب احد الوقت عملنا ايه هنا على النار علشان بقى يكون براحته شفتوا اصلا طمر هندي جاف هو وجامد شوية هشوفوا الوقت بعد كده عامل زي الحاجة طرية ونعمة خالص بقى بوري خالص ليه حطيتكم بايتين مياه مع السكر والطمر هندي وماء الورد او ماء الزهر هيغلي مع بعد لحد ما يطرخ خالص بقى بوريه بعد كده ببتدي اصفيه وبتزوده بقى زي فكرة العرقسوس نمتدى نزوده بالمياه لحد ما يخف يعني هو ببعندي خالص مركز فبتدي نزوده لحد ما يتخفف على المقدار اللي انا بحب اشربه او وفيها نقطة اساسية ممكن بتكسل الناس عنا يتعملها وهو المنسة في الأردني اللي بيكسل الناس هو يعملوه هو الجيميد الجيميد ده حاجة كده زي اللبن المجمد خلاص يعني شبه تقريبا مش موجود هنا عندنا او مش بيبقى عند اي حد او لازم حد يجيبه من بره طيب هنستبدله بايه الجيميد ده ونعمله بطعم برضه يكون رائع ان شاء الله يعجبكم هنستبدله بلبن رايب وزبادي خلاص الجيميد هستبدله بلبن رايب وزبادي يعني بمقدار او بنسب معينه خلاص اول حاجة عندي لحمة مسلوقة عادية جدا خلاص اللحمة دي انا بحط عليها في المياه بتاعت السلق بتاعتها بصل وطوم وحبهان وروزميري وعود ارفا وخبوبة سي لو عندي رنفل يعني بتعم الشربة بتاعتي عشان كمان تتعاملي اللحمة اللي عندي خلاص دي اللحمة اللي عندنا هنا وهي عندنا بتتسلق ويعني ايه شبه دخلت خلاص في السوا عشان احطها من ساعة ما جيت الايه المنسف اوه خلاص وعندي رز رز ابيض عادي بس ايه بنحط له سنة كركم ببسيط خالص علشان يكون فيه سنة تفارب بالشكل ده وكمان حبيت ان انا اضيف له عود من الارفة اهو لو جاي معنا خلاص رز عادي انا بحط المياه بتغلي ولما بتغلي بسقط فيها الرز وعود ارفا وسنة كركم وشوية ملح ورز بيستوي عادي خالص يعني رز عادي ولحمة مسلوقة عادية خالص طيب ايه الفكرة في الطبق ده كله في خليط اللبن اللي احنا هنعمله هو ده اللي بيديله الطعم المميز طيب ايه هو خليط اللبن ده اللي عندي واللي هيكون طعم وحلو ان شاء الله لما تجربوه من غير ما نستخدم الجميد للي مش عنده او مش عارف يجيبوه طيب هنقول عندي لتر من اللبن الرايب لتر من اللبن الرايب وقدر اجيبوه كمان خالي الدسم وعندي 3 علب زبادي صغيرة خلاص هي فكرة مقديرها يعني اما نشوف شكله التدأ ده يعني تحس انه شكله صعب بس هو مقديره مفيش ابسط من كده ولا اسرع من كده رز عادي خالص بحطره بس سنت اتكركم عشان يدي لون سفار كده بسيط ولحمة مسلوقة عادية طيب الخليط اللبن اللي عندي هنا عندي 3 علب من الزبادي اهي بالشكل ده بس بقلب الزبادي كويس جدا خلاص زي كاني بعمل صلاة الزبادي بالزبط اه علشان ما يبقاش فيها اي كتل خالص وتكون متجنسة جدا اهي بصوا عندي اهو بقى بالشكل ده كده شايفين الخليط معايا 3 علب صغيرين من الزبادي اهي بالشكل ده طيب نقطة مهمة جدا جدا وركزوا فيها ان انا انزل بمعلقة نيشا واحدة او معلقة دقيق علشان مايقطعش مني على النار خلاص اهي معلقة دقيق او معلقة من النشا وبقلبها برضو كويس جدا اهي بتشاكد الحد ما الدقيق عندي يختفي خالص مايبقاش فيه اي كوتل عندي اهي نفس الوقت اتمن ان كل الخليط بقى متجنس مع بعض عشان مايقطعش مني على النار اهو بقى كده عندي الخليط عملنا ايه تاني 3 علب من الزبادي بربطهم كويس بالمضرب اليدوي العادي خلاص نزلت المعلقة من الدقيق او من النشا بقلبها تاني كويس جدا بعد كده ببتدي انا اضيف اللبن الرايب بالتبريج اهي بالشكل ده كده اضمت كل المكانات مع بعض عندي كويس جدا جدا وبعدين ابتدي احطها عندي على النار هزيقلكم طبق سريع وسهل وبسيط وطعمه ان شاء الله هيعجبكم يعني ممكن تعملوه قبل الفطار على طول يعني مفيش ناس كمان ديبقى عندها ساعات لحمة مسلوقة ومحتارة هناكلها محمرة تبناكلها مسلوقة الا احنا ممكن نعمل طبق زي ده سريع وفي نفس وقت كمان طعمه حالي اهي قلبتهم كده مع بعض كويس هنزل كمان بملح وبفلفل بس متزود الملح علشان الرايب والزبادي ببقى فيه مزيزة خلاص اهي والفلفل وسلنا صغيرة من الكوركم يعني سلنا صغيرة كده بس خالص تدي برضو لون شبه لون روز شوية اهي عندي بالشكل ده ولعبقى عندي هنا كده النار ومهم جدا ان انا ابقى بقلبه اه وهو على النار علشان ما يكتل معاي عشان احنا حاطين معلقة من الدي اي ومش عايزين يزود الدي اي ولا نشع عشان ما يبقاش عامل زي المهلبية لا احنا عايزين هو صمكه اه زي صمك الرايب بالضبط انه هو يبضل صمكه زي صمك الرايب بس احبه اضيف سنه تاني من الكوركم هزا اقول لكم بجد تعمه اه فيه مزازة كده تعمها حلوة قوي اه مع اللحم ان احنا لسه كمان هنسوي فيها اللحمة فاللحمة بتاخد طعم المزازة دي وتعم اللبن ده يبقى طعمه حلو جدا اهو عندي كده على النور خلاص طيب وعندنا هنا التمر اهو والسكر اهو بدأ يطرى معايا خلاص بس لسه اهو لحد لما يبقى نعم خالص وبوريه خاصص طيب انا وانا حط الخليط ده كده هنحط بس سنه صغيرة من التوم يعني فص على كل المأدير دي كلها اللي هو اللتر لبن رائب والتلت علم زبادي الصغيرين وعلاقة الدي اي ومالح وففر وكركم فص واحد من التوم نعم خلاص بيوازن او معايا الطعم بيبقى طعم يعني قريب جدا جدا مش هتفرقوا لو انتو عاملوا بالجنيد اهو عندي كده بالشكل ده وهنقلبه كل شوية مع بعض لحد لما يكون مظبوط معنا خلاص علشان لسه هننزل بيه كمان هنحط فيها اللحمة طيب اه الاساسي كمان مع الطبع ده هو خبز الشراك خبز الشراك في سوريا بيسموه خبز الصغ خلاص يعني هو زي بعض هو الفكر ان هو خبز بيبقى رفيع خفيف اوي خبز الصغ اللي بيقامل فيه الشاور ما بره في المحلات السوري هو ده بتقال هناك خبز الشراك وفي سوريا بتقال خبز الصغ وعندنا هنا ممكن اللي بقى شبه هو قوي 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 رؤاء الطري واعتقد ان احنا عملنا الرؤاء قبل رمضان كان اللي عنده في الفريزة يتدي ان هو يخرجه ويعمله معنا في الوصفة دي خلاص انا جبت رؤاء طري او للي حابب يعمل خبز الصغ او يجيبه برضو ممكن جدا اهو اقلب بس المكوناتها عندي دي زي ما قلتلكم علشان ما بقاش فيها اي كويتل عندي على النار فباس اهي بالشكل ده يبقى عملنا ايه 3 علب من الزبادي معلقة دقيق فاص طوم لتل من اللبن الرايب او دراجيبه خليد دسم ملح فلفل وشوية كوركم صغيرين يدي بس يانين لون كده جاي من بعيد مش اصفر اصفر بس لون كده يكون حلو اللي هيكون عندنا على الوش اللي هيزين بيه لوز محمر لو حابين مش حابين خلاص فما فيش اي مشكلة خالص او كمان بقى دونيس على الوش فبقى طعمها مميز وحلو جدا طيب نعمل ايه دلوقتي نعمل دلوقتي البرازي البرازي اللي هيعمل حاجات الباسكوتات الطعمها حلو وانا كنت حريصة انا اعملها بشارات قليلة علشان يعني مش هنقول براحتنا قوي بس يكون براحتنا على قد ما نقدر واحنا بناكل الحاجات دي لا يكونش عندنا اي علاق قوي خلاص المقادير دي مقادير بسيطة وسهلة وهتعجبكم ان شاء الله وهولكم هطلع كام قطعة بالضبط طيب عندي كبايتين ونص من الديئ عليهم نص معلقة صغيرة من باوضر كبايتين ونص من الديئ عليهم معلقة صغيرة من باوضر كبايتين ونص دي ايه كبايت سكر باوضر اجيبه سكر فاكهة واطحانه نعم عشان يكون عندي باوضر وعندي كباية من الزبدة وعندي بضاية طبعا عند الوقت هنقول سكر وزبدة وإزاي سعراته قليلة أنا بحب ألعب في حتة كده صغيرة وهي إن أنا أطلع من المأدير قطعة كتير وأسم الكاليري بتاعها على كل الأعداد دي فبتقل عندي السعرات خلاص يبقى كبايتين ونص من الدقيق نص معلقة صغيرة من بيكينج بوضة عندي كباية سكر بوضر ناعم بس بجيب سكر الفاكهة وبطحنه ناعم أو لو عايزين ستتضموا السكر العادي ماشي بس يعني السعراته تتعلى شوية عندي كباية زبدة وعندي بضاية طبعا عليها فانيليا طيب أنا هعمل إيه دلوقتي أنا دلوقتي هحط هنا عندي في العجين السكر والزبدة أهي ونجيب كده المعلقة بتاعتنا حط السكر والزبدة وأخليها يكون لها كيام هاش وكريمي خلاص دي نقطة مهمة جدا البتيفور الغريبة البسكوت البرازق كل الحذاك المعمة دي مهم جدا جدا إن أنا أضرب الزبدة والزبدة لحد ما يديني كوام هاش وكريمي خلاص والزبدة تكون بحرارة المطبخ أو أسقع شوية من حرارة المطبخ طيب كفتة الفراخ لمدام الهام هتكون عندي عبارة عن إيه؟ عبارة عندي عن كيلو من صدور الدجاج يكون مفروم ناعم جدا أضيف عليه بصلايا نعمة مفسطهم جنزبيل وملح وفلفل وبهارات شوية بقدونس كمان مفرومين وممكن معلقتين نشأ أو معلقتين من البقسمات الناعي خلاص وممكن عديد بطاة صاية صغيرة خالص خالص تكون مسلوقة ومبشورة وأقلبها معيها بشكل كل ممكنات دي مع بعض وحسب ما أنا أحب أحمرها أدخلها الفرن أدخلها في أي وصفة تاني بأنا عندي الأساس بس أنا هنا بقلب أهو كل ممكنات دي مع بعض عندي على النار خلاص والطمر هندي زي ما إحنا شايفين هو عمال بيغلي عندي لحد ده أنا عايزة لحد ما يكون طري ونعي نفرش بوريه ويكون مركز اهي نشوف بس العجان أجيب بس الجوانب مشكلة بقى جمعها العجان في المقادير الصغيرة بتكون مشكلة تحسوا ان كل مكونات بقت على الجوانب فدايما برجح المقادير الصغيرة يكون في معي مضرب كهرباء اللي هو الصغير ده العادي لعند أي بيت مش العجان كبير ايها برجح لحد ما تكون كوامها هاش ووكريني هانزل هنا كده بالبيضة وهانزل هنا كده بالبيضة الديق ناس كتير بيبوز منها لحده بسبب ان الديق بيكون مش حل بيطرد السمنة وبيطرد الزبدة فبتكون عندي مشكلة فدايما اجيب ده يكون نظيف حالة معروفة حد مجربها خلاص مش برجح اول حقيقة الديق السائب اللي احنا بنجيبه ونستعمله في الحلويات يعني حرام لما نضيع الزبدة والحاجات مكونات اللي احنا حكينها موسيقى اجيب دي يكون مخصوص للي عندي للكحك والبسكوتات دي ده بيكون نوعه حلو جدا موسيقى وقلب هنا اهو الخليط عندي بتاع اللبن اللي هو اللبن الرائب والزبادي والكركم والتوم خلاص والتمر اهو عندي على ناص موسيقى اول بس ما يبتدي معي يغلي هبتدي اننا انزل باللحمة طيب احنا عملنا ايه هنا جماعة في البرازي احطينا مع بعض السكر طباية السكر طباية الزبدة قد السكر عندي بيضة عليها باميليا عندنا بقى بكده بقى كبايتين ونص من الدي وعندي ايه وعندي كمان نص ما علاقه طباية 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 خليط اللبن ما ننسهوش علشان ما يكتلش معي طباية عشان هو فيه معلقة دقيق او النشا بس انا برجح الحقيقة معلقة الدقيق مش النشا اهي بالشكل ده كده اهي بالشكل ده كده انا بس هلمها هنا كده بيدي علشان هنشوف هنشكلها مع بعض ازاي طبعا المعدير دي انا لو عايز اعملها بسكوت عادي جدا وسادة ايه ايه فيه بيت حط عسل على السمسم وفيه كمان بننزب العدينة في بياد بيد علشان اغليفها بالسمسم انا لقيت ان هي مش محتاجة ولا بياد بيد ولا عسل هي اصلا قريضي مع الضغطة مع التشكيلة والضغطة بتمسك في المئي انكسرات انا بحطها فيها طبعا المعدير دي انا لو عايز اعملها بسكوت عادي جدا وسادة باقطاعات مثلا السابلي انا ممكن اعمله مش مشكلة ايه مش لازم برازي خلاص اهي ما عندي اهي اللي عاديين اهي بالشكل ده كده خلاص بصوا ملمسها طريق اهي شايفين ملمسها اه حاضر حاضر بصوا اهي بصوا عادينا طريق ازاي اهي بالشكل ده خلاص هعمل ايه دلوقتي هبتدي دلوقتي ان انا اشكلها بس ناخد هنا عندنا الفصدق وناخد كمان عندنا السنسل ونجيب السنية بتاعتنا بصوا بقى هناخد قطعة صغيرة اهي بالشكل ده كده خلاص المقاس ده حبة اكبر حبة اصغر زي ما انا عايز ممكن انزلها الاول في السمسم وممكن انزلها الاول بالفصدق هنجرب دي هنجرب دي لو نزلتها الاول بالسمسم اهي وضغطت عليها وبعدين هنزل بيها بالفصدق بعد كده واضغط برضه اهي عليها بالشكل ده بصوا بقى عندي اهي الناحية اللي فيها الفصدق خلاص والناحية اللي فيها السمسم ايا كان نوع المكسرات سمسم او الفصدق هحطها على الصنية على اي جنب زي ما انا حب مجنة ازاي مجنة ازاي حابرتك كل سنة حابرتك طيبة امتي طيبة اهبارك ايه تمام والله الحمد الله ربنا يبارك لك على حضرتك بساملها عشانا والله اسلاميلي يا زيت الكل مرسي جدا لك ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك فيك بعد اذن حضرتك كان عندي سؤال انا عندي بيكينج بابضر بس مش عارفة يعني اذا كان سليم ولا الفصد ف انا عايز اعرف اي الطريقة اللي اختبره بيها وعرف ان هو شغيل بعد اذن حضرتك انا بس اأذن بس الهم لو رقمها وممكن اخذه من الهاتف شكرا شكرا شفتوا احنا هنا عملنا ايه انا بس عايزة هنا ازود شوية مية عشان هنا عندي التمر لسه شوية والمية بدأت تقل اهي بالشكل باكاته خلاص اهي باخد كده قطعة اهي صغيرة زي ما قلتلكم المياز اللي انا عايزين اعرفين ما قلتلكم ايه كان قطعة هتعمللي سبعين قطعة اقول لكم قطعة تستغربوا دلوقتي سبعين قطعة كباتين دقيق وعليهم مش عارف كبات زبدة وكبات سكر سبعين قطعة او سبعين قطعة بالزبط خلاص اعملتوها بالشكل ده بالمياز ده هتلاقوها قطعت معاكم سبعين قطعة بالزبط فطبعا يعني عدد حلو جبدا جبدا بستو اهيه خلاص نعمل واحدة كمان هندخلها عدد حرارة مية وستين هتوعد حوالي عشر دقايق تقريبا طيب لو انا عملتوها بعد الاول اهي بالفوزدو خلاص وبعد كده مثلا بالسمسم يعني عادي هو الفوزدو الاول او السمسم الاول عادي جدا اهيه خلاص وبحاول رققها اكتر على السنية يعني خليها دايما اه ارق اكتر خلاص اهيه هي بتكون رفيع و بتكون خفيفة طيب البيكنباودر هارف ازاي هو كويس ولا مش كويس هنجيب شوية ماء صغيرين او شوية خل صغيرين وبنزل كده فيها بنقطة من البيكنباودر لو عمل فقعات كده غفار يبقى هو ده كويس وشغال اشتغل بيعادي جدا ما عملش اي حاجة ومتأثرش باي حاجة يبدأ مش شغال ومش هيقوملك اي حاجة ولا كيك ولا اي حاجة خالص اهيه بصوا عندي اهيه بالشكل ده خلاص هدخلها الفرن دلوقتي ع درجة حرارة 160 تمام اهيه الفرن عندي شغال هندخلها كده نشيل الحابات اللي احنا مش عايزينها طيب مدام هالك هتعايزة كرات الكاسترد فابعالك انا بكرة اقول هالك عشان اقولك ما قدرها بالضبط خلاص هايكت فيها تفاصيل صغيرة تعجبلك بكرة ما قدرها معايا في الحلقة وهقول هالك ان شاء الله في اول الحلقة طيب بصوا عندي هنا كده اللبن ده خليط اللبن ده كده خلاص هعمل ايه هنا عندي هجيب هنا اللحمة اللي هي كده خلاص استوت خليها بس معايا عشر دقايق فخليط اللبن ده خلاص تاخد الطعم واللون شوية يعني والشكل اهيه خلاص طبعا مقدر انتو حابينه كيلو ونص كيلو زي ما انتو حابين حسب عدد افراد القصر اهيه ونشوف ده كده نجيب الغطى بتاعنا ونغطيها نفيدها دقا مع بعض شوية تاخد خالص الطعم بتاعنا بس احنا ممكن نبدل الاماكن اهيه خلاص وعندي بصوا التمر اهو نشوف بس القوان بتاعه وصل لحد فين اهو بصوا شايفين عندي بقى طري ازاي اهو اهو بصوا شايفين لكاميرا معي بصوا اهي عامل ازاي اهو بصوا بصوا بيتهرس اهو كده طري خالص وبقى طري وناعم جدا اهيه مرامز ازايك اخبارك ايه اخبارك ايه ثمان اخبارك تحت امرك الله يخليك يا رب لو سمحت بس الدقيق عايز اعرض الجرامات الكباية استاذيك بس تعلي صوتك الدقيق اه الكباية كم جرام مية وخمسين طيب ممكن اقدم اهداء ببنت ابنه طبعا فردالي النهاردة عيد مرادة حنين حازن فردالي وقالها كل سنة صيبة حنين عبال مية سنة يا رب ربنا يخليك خليلك اولادك يا رب تسلامي يا سيتي الكور ربنا يخليك معاليكم السلامة مش تيجد مرامز بصوا هيا خففتها اهو بشوية مية خلاص ببتدي انا هنا انزل اهو بالخليط ده وابتدي هنا اجيب عندي المعلقة ببتدي بصوا انزل هنا اهو اجيب كمان العسارة اللي موجودة بابا في العملية دي كده لما بتتطفى خالص وباخد كل العسارة اللي موجودة عندي في الطنر خلاص وابتدي ان انا اخذ تفو زي ما انا عايزة اسكره زي ما انا عايزة بروح تجده بيكون عندي جاهز بالشكل ده كده اهو خلاص طيب نشيل ده هنا دلوقتي نشوف اللي هو البارد اللي معنا اللي احنا جهزناه نشيل ده وده نجيب بس عندنا هنا بالطوصة دي علشان نسخنها بصوا عندي هنا خليط اللبن اهو بيغلي مع اللحمة ولو نراحز انه هنا يعني لبن وزبادي بس ما تقطعش على النار علشان معلقة الدقيه او النشا اللي احنا اضفناها طيب هنعمل ايه دلوقتي هنا ها قطع مزاجر اللي هي على الطمر ده خلاص وبقى طمر هندي بالموز لو انا حبه يعني كنوع من انوع التغيير او التجديد انا عندي هنا اهو هناخد حوالي كوبايتين من الطمر انا هنا الطمر ده علشان بارد خلاص كوبايتين من الطمر عليهم صمرة من الموزة وهبتدي بس كل هعمله ان انا هبربر في الخلاط مع بعض كده الطمر قرد يعني فيه السكر بتاعه لو حبه ازود السكر ممكن جدا وكده بقى عندي العصير عندنا جاهز يبقى شربنا طمر هندي بتاعما مختلف شوية اهو دي الشكل ده طيب ونجيب عندنا هنا ثلاثة البطاطس اهين نحضرها عندنا ونحضر عندنا المناديل على الطبق بتاعنا اللي هنطلع فيه اهو وانا عندي هنا بقدونس هولوس ده انا هحضره على طبق بتاعنا اللي هنطلع فيه اهو طبق بتاعشين المنصف ايوة طبق طيب عندنا هنا الرؤاء الطري اهو 第二個 في شكل ده كده زي ما قلت لكم عندكم خبز في الصالك اه اا او ممكن رؤاء الطري طيب وهناخد هنا مع بعض عندي كده الحلة دي هيتقول لكم قرحتها بجد ببقرة هياخد هنا انه ياخد دي هنا كده هعمل ايه بقى هنا عارفين زي فتا المصري بنسقي الاول العيش هسقي برضو هنا كده العيش ده اهو بخليط اللبن ده عشان ياخد الطعم هزلكوب عطلا يعني في الاكل الرز ده كده مع العيش ده مع الصوس ده بقى تعمه حلو جدا اهو بالشكل ده كده وهبتدي هنا عندي ااخد الرز نشيل ده دلوقتي هنا هاخد الرز ده ونشيل عود القرفة ده هقدم الرز فوق الخبز ده والصوس ده اللي احنا حطناه اهو هاي فين لون الرز ده مع لون الصوس اصلا ايه استني اتكركم كده بس بسيطة قوي از كان في الخليط اللبن نفسه او في الروز بتبدي اللون ده لون تحسنه طبيعي كده شوية مش مش زاوية كده ومش اوبر فيه اهو هزالكو طبعي ده كمان بيبقى حلو قوي في العظمات وبيكون شكله كمان حلو على الصفر هرمي شوية الروز وبعدين هنروس عليه اللحمة طبعا عندي لوز عايزة احمره هحمره ازاي او هقشره ازاي بجيب اللوز وبدله عليه مية مغلية خمس ازاي بالزبط بتلاقوا ان القشرة فصلت شوية عن اللوزاية نفسها ببتدي اقشرها بابتدي اقسمها مصين هقسمها نصين عندي اه وحمرها بعد كده ليه كده طيب احنا هنا بنضيف اهو اللحمة عندنا فوق الروز بالشكل ده اه عارفين كمان بتبقى احلى بايه لو اللحمة فيها اه العظم بتاعها اه زي اللحمة الضاني كده بتبقى بعظمها كده بتبقى تعموها احلى كتير كمان اهي جدا خلاص وببتدي باخد هنا كده شوية هنا كده من البقدونس اهو وشوية كمان من اللوز المحمر يبقى كده عندي طبق المنصف طيب هنشوف هنا كده محمر بقى عندنا كوفتس كده البطاطس الشكلين كده نشانلعب هيا هحط بس كده كم واحدة خلاص واجيب كده هنا الطبق اللي انا هقدم تيه طبعا زي ما اتفعنا هبندخلها جوا شوية في الفلاجة او في الفريزر نشوف كمان معانا البرازق وانا بقدم حاسة ان انا نسي حاجة بوصي حاجتان انا عماش بها البرازق عندنا بالشكل ده وانا هنا مقدمها لكم على الناحيتين يعني ده وش البرازق وده الظهر بتاعها خلاص ده الظهر بتاعها اللي احنا مثلا لو حاطنا فيه الفوزدو الاول اهي وده الوش بتاعها لو احنا غطناها باندوشها السمسم اللي هي ضهرها من هنا برضو الفوزدو اهي بالشكل ده كده خلاص بصوا اه اراعي حاجة وانا اه بحمر ان انا مش حتى كمية كبيرة خلاص معايا في التاصر اهي خلاص يبقى احنا هنا عملنا المنسف وعملنا البرازق وعملنا كمان عصير التمر بالموز ومعانا كوبية البطاطي سنطلعها دلوقتي ان شاء الله انا وفي اي سؤال ان شاء الله بكرا هجاوب عليه باذن الله اه ممكن اقول الكبدة عالسريع الكبدة اه انا بشوحها خلاص في فاص طوم صغير بشوحها كافضل اشوح فيها لحد لما تقرب شوية على السوى وبعد كده اليوم محتاجة شوية مية صغيرين ممكن جدا خلاص اه بعملها باقة دقة من الثوم بفروم في الكبدة بق دونس وابصلها مبشورة وغزرها مبشورة فصيم من الثوم مع لقتين من الخل وعصير لمون ملح وفلفل وقارن فلفل بفرومهم نعم وبحطهم بعد كده على الكبدة طيب اهي كده الي خلاص صح اتفبر والله اهي بصوا عندي والله اه بصنا هنا بنزل اهو بالكم واحدة التنين اهم بالشكل ده شايفين اهي امتلعت عندنا تحسوا كينها كفتة لحمة علشان التوست الاصمر اللي فيها هبتدي هنا ارستها كده هنا عندي جربوها ببدا عش هتعجبكم جدا هنفتح كده واحدة من جوا نشوفها بالجبنة اهي بصوا زي ما احنا شايفين كده الجبنة جواها واللحمة المفرومة نقطة مهمة جدا جدا في كفتة البطاطس اي كوركت بطاطس مفروض ما نقلبهاش جماعة اصلا خلاص باستنع علشان الوقت وعايز اقدمها قبل نهاية الحلقة بس مفروض ما بنقلبهاش عشان بتتكسر وبتتفتح ودي بدأ مشكلة ناس كتير مشكلة ناس كتير كمان في كوركت البطاطس ان هي بتفك في النار ليه بتفك في النار؟ بتكون البطاطس مسلوقة زيادة بيكون حاطة كمية كتيرة في الزيت او الزيت بارد ده بكل ده بيخلي البطاطس في التاسة تبك نطلع طيب اخر كم واحدة طيب ينفع كده اخرج من الحلقة من غير البطاطس طيب يعني هم رفكتها بحارس يعني علشان ايه بطاطس طيب وعن نرسوها هنا كده مع اخوتها اه اي خدمة تسلم يا رب اهي ما هقدمها بالشكل ده شكل بسيط بقى يعني ايه مش لاحقين نعمل حاجة علشان الوقت بس بتمنى طبعا نكون الحلقة النهاردة عجبتكم وتكون كانت مفيدة بالنسبالكم عرفنا ازاي لو هنقلي ازاي بطريقة امنة شوية الى حد ما علشان الاضرار طبعا مش بنقول نقلي كل يوم مش معنى ان احنا هنقلي ان فيه اساليد ان انا قادر اتابعها او احافظ على نفسي من الالي ان انا اقلي كل يوم لا احافظ برضو على جسمنا علشان دي كلها في الاخر بهون اشوفكم ان شاء الله بكرة بحلقة جديدة ومطبخ جديد ان شاء الله يكون معنا مطبخ بكرة المكسيكي اشوفكم ان شاء الله على خير رمضان كريم اشتركوا في القناة